السلام عليكم في هذا الفيديو سأتكلم عن سماعة بإمكانك وضعها حول عنق سماعة بالفعل مميزة جدا مقدمة من قبل شركة صوني تعرف باسم WI-1000X طبعا سلسلة W-H و WF جاية بالطريق فلا تشيلوا الهمة إن شاء الله لكن متفهم تماما أنه لا يوجد إقبال كبير جدا على هذا النوع من السماعات لكن أشوف ناس يبغون هذا النوع من السماعات لسبب أنه مضي منك مقاردا بالسماعات اللاسلكية أو سماعات اللاسلكية الحقيقية أنا أتفهمها بوجهة نظرهم لكن هذه السماعة بالفعل بالفعل مميزة و راح تكلم عن موضوع الصوت لاحقا إن شاء الله بداية الصندوق بصراحة طريقة تقديم محتويات الخاصة بهذه السماعة كانت جدا جميلة بداخل الصندوق راح تلقى السماعة و راح تلقى سبع من وسائد الإذن أو الإيرتبس فضروري أنك تجرب هذه الوسائت قبل ما تحط السماعة وتتمد عليها بشكل كامل جدا وصلت يوسبي لشحن هذه السماعة وأيضا مايكرو سبي إلى 3.5 مم في حال أنك تستخدمها من اللاسلكي إلى السلك وهذه السماعة يجي معها أيضا قطعة محول تستخدم بداخل الطائرة فهذا الشيء أيضا موجود والوزن الكامل لهذه السماعة 71 جرام وتعتمد بشكل كامل على تقنية NFC للإقتران السريع جدا أو تقنية البلوتوث أعطتني على المدى كان ثلاثين قدم وهذا الشيء كويس جدا على سماعة تدعم تقنية البلوتوث من ناحية التصميم ومن ناحية جودة التصنيع 71 جرام معناتها أنها خفيفة بالفعل جدا خفيفة بإمكانك وضعها لساعات طويلة بدون أن تحس في مشكلة من ناحية الوزن مريحة من ناحية الاستخدام ما فيها يعني المرونة الكبيرة جدا مقارنة بعد المنافسين فحط في بالك هذه النقطة جودة التصنيع عالية جدا ما في أي جزء من هذه السماعة تحس أنه بجودة رخيصة فما تشيلهم من ناحية هذه النقطة الأسلاث ما ترجع إلى مكانها الأصلي لكن حتى السلك يعني شوفوا التفاصيل السلك حتى بجودة عالية جدا حتى أنه رأس كل سماعة نفسها بتحس أنه ما أخذ حجم على فكرة أنه يستخدم 9 ملي متر من المعرفات الهاي داناميك واللي يتركز بشكل كبير جدا على مسألة الهاي والبيز بشكل كبير جدا فمهتمين بشكل كبير جدا من ناحية التفاصيل وأضف على ذلك أنه حتى الأزرار يعني عشان ما تلخبط أو صحيح أنك تحتاج وقت لكن عشان ما تلخبط أنه كل زر مصممين على وظيفته الخاصة يعني تحكم بالصوت تشغيل أو إيقاف الملفات الصوتية أيضا المايكروفون أو الخاص بالمكالمات أيضا موجود وأيضا عندك زر تشغيل أو إيقاف السماعة بشكل كامل جدا الجيل يومنا من السماعة أو من الطرف الخاص بالسماعة عندك زر للتحكم بوضعيات العزل يعني هذه السماعة تدعم لك العزل للضجيج لكن سوني ما كتبت بهذا الشيء راح تعطيك أكثر من وضعية وهذا الشيء الجميل جدا أولا أنه كل ضغطة تمثل وضعية معينة الضغطة خاصة بالعزل للضجيج أو الامبينت ساوند اللي تسمح حواليك لما تكون تمشي أو تركض وغيرها وأيضا الزر اللي خاصة بموضوع إطفاء هذه التقنية بشكل كامل جدا من ناحية تجربتي لخاصية العزل أولا حسيت أنها أول ما جربتها وأنا بكون معكم صادق جدا حسيت أن العزل ضعيف يعني صغرب جدا سوني مستحيل يعني لكن أكتشفت أنه فيه برنامج وهذا البرنامج أنصحك بشكل كامل تجربة وتثبتها لما تبغى تستخدم هذه السماعة تحديدا على iOS أو Android هذا البرنامج راح يقدم لك خاصية اسمه Noise Cancelling Optimizer الفكرة من هذه الخاصية أنه يقدر يقيس المكان اللي انت فيه أو عفوا مش قياس يشوفوش الأصوات اللي تجي حواليك ويقوي من مسألة العزل فلما جربت هذه الخاصية أختلف الموضوع 360 درجة من شي ضعيف إلى شي مبهر جدا حتى أنه فيه خاصية ممكن تتحكم بدرجات الـ Ambient هذا الخيار أيضا موجود البرنامج نفسه ممكن حتى تستخدمه في مسألة العزل لما تكون في الطيارة الفكرة بكل بساطة أنه لما تجلس فيه داخل الطيارة وطبعا تقلى وعندها الموضوع فيه ضغط أو من ناحية الهواء نفسه فبالتالي يسبب ضغط على الإذن نفسه فهذه الخاصية تعرف هذا الشيء فيقلل من هذه المسألة ويزيد من قوة العزل فما يكون فيه إزعاج حواليك فهذه الفكرة فالصوني اعتمدت بشكل كبير جدا على العزل لدرجة أنه زودتها بكثير من الخطائص البرنامج ممتع من ناحية الاستخدام وفيه كثير جدا من الخطائص اللي ممكن تستبيد منها من الكولايزر الصوت كيف تبغاه حتى أنه لما ممكن تستخدم هذا البرنامج للتحكم بالعزل حسب إذا كنت تمشي إذا كنت جارس أو إذا كنت تنتظر هذا أيضا موجود فالبرنامج ممتع جدا صراحة والعزل من خلال هذه السماعة مبهر جدا 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 مبهر الصراحة من ناحية البطارية فأقدر أقولك أنه من ناحية استخدامي أنا مع خاصية العزل للضجيج بدون أطفالها بشكل نهائي جدا أعطتني إلى عشر ساعات وهذا الرقم جيد جدا على هذا النوع من السماعات أوكي نجي للعامل جدا جدا مهم وهو الصوت مع كل هذه المميزات إذا الصوت ما كان جيد فإش الفائدة أولا صوت الخاص بمايكروفونات هذه السماعة المكالمات على اسمي مثال كان الشخص اللي يسمعني بشكل واضح جدا ما عنده أي مشاكل ما حس أنه فيه صدف الصوت أو فيه تشويش أو فيه ضعف في الصوت فهذه النقطة أعطيها عشرة من العشرة من ناحية البيز فهذا الشيء اللي تبدأ فيه سوني يعني وش تتوقع فالبيز كان ممتع جدا على هذه السماعة إذا كنت سعى مد رينج لصوات البشرية كان أيضا ممتاز جدا جدا ممتاز مد رينج كان خرافي وفي مثالة الترددات أو الترددات العالية أقدر أقول أنه هذه السماعة أيضا جيدة جدا ليست بنفس مستوى المد والبيز لكن ما عندي شيء عشان أشتك منها في نقطة الهاي ما كان بنفس المستوى فقط هذا اللي يقدر أقولك فهذه السماعة بسعر ما بين 350 دولار إلى 400 دولار تقريبا مكلفة معك لكن هذه من ناحية الفئة مقارنة بعد المنافسين أشوفها أفضل من أي سماعة بنفس هذا التصميم حتى سماعة بوز التي تأتي بنفس مفهوم التصميم 30 هذه أفضل منها بمراحل كبيرة جدا ما فيها ذات يعني المستوى الكبير من المرونة لكن كجود تصنيع كإبداف من ناحية العزل ومن ناحية جودة الصوت هذه ما رح تخيب أملك نهائيا نهائيا ما رح تخيب أملك شوفكم أخير إن شاء الله مع ألف سلامة